وشتان الفارق بين حسن البنة اللي قال لي جماعته لما شعر بقوته شوف بقى الحتة دي هتجابك برضو يا سيد رمان ان شاء الله لما كان حسن البنة في عز احساسه بقوته قال لي جماعته نحن حرب على الجميع بيننا وبين الجميع خصومة شديدة لديدة ولما خطط لتشكيل 300 كتيبة لإحكام السيطرة على مصر واخضعها هنشوفوا نافش ريشوت ازاي والفارق بينه بقى لما بقى فار مزعور بيكتب مقال ليسوا اخوان ولايسوا مسلمين شوفوا الكنتراست شوفوا الفارق لما كان حاسس بقوته وتحالفاته مع المستعمر ومع الصرايا ومع بعض الاطراف قال لك نحن حربنا على الجميع لكن لما كاش قال لك ليسوا اخوان ولايسوا المسلمين طبعا كنا وضحنا في حلقة سابقة انه يمكن من حقه يقول ليسوا اخوان لكن مش من حقه ابدا يقول ليسوا مسلمين ولكنه مدرس الخط اصل التكفير في العصر الحديث المقال ده بقى بيكفر مين بيكفر اتباعه من خدعه فيه يوما لما احتاج انه يكفرهم يكفرهم ما تردتش عشان ينجوا برقبته برأسه فما بالك بالاغيار اللي هو احنا بقى واللي ازاي وزاي حضرتك كده فاذا كان حسن البنة مش يهودي زي ما اتهموا كاتب كبير في حجم عباس العقاد انا ما يهمنيش هزا الاتهم بيني وبينكم يعني لكن يهمني انه في الحد الادنى بيتصرف تماما مثل اليهود حين يشعروا بقوتهم بيكونوا بحال وخطاب استعلائي وتهديد ووعيد بالحرب لما يكونوا حاسين كده انه هم تمام وحين يشعروا بالضعف يجروا على المفاوضات ألم يكن هكذا حسن البنة وعلنه جسار اتباعه مين يصدق اخوان البنة او يصدق فؤادهم الكاتب الكبير عبدالعظيم رمضان والمؤرخ المعتبر في كتابه اللي تشتموا تبهدل بسببه اللي صدر سنة 1983 والتهم عبدالعظيم رمضان بالكفر والزندقة ده عادي لدرجة انه تم سبه وقتها على المنابر طب ليه شتموه على المنابر عشان ما كانش فيه سوشيال ميديا وقتها دلوقتي الحمد لله يعني نتشتم على السوشيال ميديا احسن ما نتشتم على المنابر ولم يرد احد على عبدالعظيم رمضان بصورة علمية ودايما بأكد على الصفة دي في الاخوان الزومبيين ما يعرفش يرد عليك بالادلة نفر ابدا سلاحه الشتيمة يحقق ما كاسبه الدين اللي انا عايزه عشان ابطل اشتمك ده السلاح بتاعه الكتاب كان بعنوان الاخوان المسلمون والتنظيم السري وضح ان كانت هناك ارادة من الانجليز ودي مهمة دي الاهم بصراحة بصفاتهم المستعمر والقصر زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت لانه كان معزول عن الشعب بعد صورة 19 لانه ظل المستعمر يعني انا كان عندي وقتها المستعمر شخصيا والشادو بتاعه الظل بتاعه الانجليز والقصر ارادة كان فيه بقى دولد ارادة سمحت لمدرس الخط بتشكيل جيش خاص طب فيه دولة تقبل كده حتى بما يخالف وهي دي النقطة قانون الكشافة